طلاب الأعزاء طلاب جيل 2006 أهلا وسهلا فيكم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد معي أنا الأستاذ عمر ملكاو وإن شاء الله مكملين شرح منهاج اللغة الإنجليزية للتوجيه وزي ما شفتوا بالفيديوهات السابقة احنا بلشنا بي الوحدة الأولى شرحنا الكلمات المهمة وشرحنا القطع الموجودة في الوحدة الأولى وحلنا عليهم أسئلة وزي ما شفتوا شرحناهم بالتفصيل الممل الآن في هذا الفيديو احنا رح نبلش بقواعد الوحدة الأولى أول شيء أول ملاحظة رح أحكي لكم يا الوحدة الأولى وحدة زخمة فيها شغلات كثير يعني هي تقريبا خل نحكي 30 إلى 40% من المادة بالنسبة للقواعد هي فيها أهم القواعد الموجودة في المنهاج فيها أكثر من أربع قواعد اللي رح نحكي عنهم تمام هذه القواعد هي كلها قواعد مراجعة سابقة لأشياء أنتو أخذتوها في الصفوف السابقة فلذلك هم وكلهم مجمعينهم وحاطينهم في الوحدة الأولى الآن القواعد اللي رح نحكي عنهم أول شيء التنسز اللي هي أزمنة الأفعال رح نحكي عن الريبورت سبيتش اللي هو الكلام المنقول ورح نحكي عن الاكتف والباسف المبني المجهول والمبني المعلوم وأيضا رح نحكي عن الديريبيشن اللي هو الاشتقاق فكل هاي القواعد مجمعينهم وحاطينهم في الوحدة الأولى وإحنا بدنا نراجع هذه القواعد الآن هاي القواعد المفروض أنك مر عليكم من قبل بتعرفوها مرت في الصفوف السابقة فلذلك يعني هي عملية خلنحكي ريفرش نعمل ريفرش لمعلوماتك اللي أخذتوها في الصفوف السابقة فأول قاعدة رح نبلش فيها اللي هي أزمنة الأفعال الآن زي ما شفتوا أنتو يعني في أكثر من قاعدة معنا في الوحدة الأولى فما منقدر نعملهم كلهم بفيديو واحد رح يطلع الفيديو كثير طويل ورح يتملوا فلذلك أنا رح أقسمهم على أكثر من فيديو الآن رح نبلش بأزمنة الأفعال الأزمنة اللي معنا في أكثر من زمن رح نقسم الأزمنة لفيديو هين تمام؟ ورح نعمل فيديو منفصل نشرح فيه نعمل فيديو منفصل نشرح فيه ونعمل فيديو منفصل نشرح فيه فلذلك يعني راح نعمل تقريبا خمس فيديوهات على الأربع قواعد اللي موجودة معنا تمام؟ فخلونا نبلش بالتنسز الآن أزمنة الأفعال أو التنسز موضوع قديم جديد موضوع متكرر مر معاقو بجوز من الصف الرابع ونت تأخذوا تنسز تمام؟ أهمية التنسز جدا مهمة يعني لأي حدا بديتعلم إنجليزي يعني لسه إن شاء الله بس تروحوا على الجامعة كمان راح ترجع وتأخذوا تنسز لأن الأزمنة مهمة جدا في تعلم اللغة ليش؟ لأنه لازم تعرف أنت بالضبط متى هذه الجملة انحكت أو أنت لما بدك تحكي جملة لواحد لازم تستخدم الزمن المزبوط متى صارت هذه الجملة الآن باختلف الموضوع عن العربي أنه باللغة العربية احنا في عنا ثلاث أزمنة أساسية مضارع وماضي وعنا فعل أمر بس ما في أي تعقيدات أخرى بالإنجليزي لا مقسمين المضارع لا ممكن أربع أقسام مقسمين الماضي برضو لا أربع أو خمس أقسام المستقبل فيه له أشكال معينة فبالتالي فيه هناك تقسيمات كثير فهم بيحددوا بالضبط متى حدث الفعل في المضارع متى صار في المضارع متى بالضبط صار في الماضي تمام بالعربي زي ما حكينا باختلف الموضوع خلاص يلعب أحمد كرة القدم الفعل في المضارع وانتهى الموضوع تمام الآن الأزمنة الموجودة معنا في الوحدة الأولى أول شيء سيمبل بريزنت رح نعمل مراجعة عن المضارع البسيط المضارع المضارع المستمر المضارع التام time المستمر زي ما انتوا شايفين هذول أزمنة المضارع كلها أزمنة في المضارع تمام هذول رح نعملهم بفيديو مراجعة من المضارع الآن بالفيديو الثاني رح نعمل أزمنة الماضي زاد الماضي البسيط وهو هو الماضي المستمر مzczection الماضي تام ورح نحكي أيضا عن الفيوتر اللي هو المستقبل فيه له شكلين رح نتحدث عنهم will و be going to تمام؟ فهي الأزمن المطلوبة منكم في الوحدة الأولى الآن فيه كمان زمانين رح نأخذهم بس بالوحدة الثالثة مش هسا تمام؟ احنا هسا خلينا على اللي مطلوب منا في الوحدة الأولى لما نوصل عند الوحدة الثالثة إن شاء الله بذكركم أنه فيه عندنا زمانين آخرين رح نتحدث عنهم إن شاء الله فرح نبلش مباشرة بأزمنة المضارع ونبلش بالسيمبل الزمن المضارع البسيط وهو أول الأزمنة المضارعة هو أكثر الأزمنة استخداما وشيوعا في اللغة الإنجليزية الاستخدام الرئيسي لهذا الزمن احنا بنستخدمه عشان نحكي عن إنه الشيء يحدث بشكل متكرر ويحدث بشكل دائم يعني شيء دائما بتكرر مثلا كل يوم بتكرر كل أسبوع بتكرر أو شيء يعني يدل على إنه يحدث بشكل دائم دائما يحدث يحدث مثلا مرة بالشهر مرة بالسنة فهو دائما أو بصير كل يوم فهو دائم الحدوث يحدث بشكل دائم فهذا الاستخدام الرئيسي له للمضارع البسيطة الآن احنا بهمنا في كل زمن من الأزمنة إنه نعرف متى كيف نعمل الزمن بالجمل المثبته كيف نعمله في الجمل المنفية وكيف نعمله في حالة الأسئلة وهذا الكلام بنطبق على كل الأزمنة لازم نتعرف على هذه الحالات الخاصة بكل زمن طيب فإذا أزمنة الأفعال المضارع البسيط زي ما حكينا هو أكثر الأفعال استخداما في اللغة ونستخدمه عشان نحكي عن إيشي بحدث بشكل دائم ومتكرر فهذا الاستخدام الرئيسي له اللي هو الشيء لما يكون دائم الحدوث ومتكرر طيب نيجي على طريقة صياغته أو كيف نعمل الفعل المضارع البسيط أول شيء في الأفيرماتف سنتنسيز اللي هي في الجمل المثبته لها في الجمل المثبته الأمر برجع على إيش برجع على الفاعل لما يكون هذا الفاعل جمع تمام زي إيش زي آي يو وي أو ذي هون الفعل يبقى مجرد كما هو فإذن هذه أول حالة أول حالة لما يكون الفاعل جمع مثل ضمار الجمع هون الفعل في المضارع البسيط يبقى مجرد كما هو الحالة الثانية لما يكون الفاعل مفرد تمام في هاي الحالة الفعل منضيف له يا إما أس يا إما إي أس فإذن إذا كان الفاعل مفرد منضيف له الفعل يا إما أس يا إما إي أس طبعا معظم الأفعال منضيف لها أس لكن بعض الأفعال منضيف لها إي أس وهي إذا انتهى الفعل بمقاطع معينة زي X زي CH زي Z زي O زي S أو SS لما ينتهي الفعل بواحد من هاي المقاطع بضيف للفعل ES باقي الحالات بضيف S وبمشي الحال تمام؟ فهذه في حالة الجمل المثبتة لما تكون الجملة مثبتة والفعل مضارع بسيط برجع على الفاعل جمع بخلي الفعل مجرد الفاعل مفرد بضيف للفعل ياما S ياما ES الآن الحالة الثانية اللي هي الن programmed اللي هي بحالة الجمل المنفية تمام؟ في حالة إنه برضو حسب الفاعل لما يكون الفاعل جمع باستخدم إيش؟ don't زائد فعل مجرد don't زائد فعل مجرد بدي أنتبه دائما بعد don't وبعد doesn't لازم أستخدم فعل مجرد فهون في حالة لما يكون الفاعل جمع بينما لما يكون الفاعل مفرد بدي أستخدم doesn't زائد base form اللي هو فعل مجرد تمام؟ فإذاً يا أنا بستخدم don't يا بستخدم doesn't في النفي زائد فعل مجرد في كلتا الحالتين حسب إيش؟ حسب الفاعل إذا الفاعل جمع بستخدم don't زائد فعل مجرد إذا الفاعل مفرد بستخدم doesn't زائد فعل مجرد طبعا مفرد مثل ضمائر مفرد مثل he و she و it جمع مثل ضمائر الجمع I, we, you, they أو ممكن الفاعل ما يكون ضمير ممكن يكون اسم عادي برضه بدأ انتبه إلى هاي الشغلة الاسم ممكن يكون مفرد برضه وممكن يكون جمع لأن الحالة البعديها اللي هي في حالة الأسئلة أو في حالة السؤال في حالة الأسئلة دائماً لأستخدم يا أما دو أو دز حسب إيش؟ حسب الفاعل لأن لما يكون الفاعل جمع بستخدم do لما يكون الفاعل مفرد ببلش السؤال بضز وعلى جميع الجهات الفعل لازم يكون إيش؟ لازم يكون مجرد الفعل لازم يكون مجرد بدي انتبه انه بعد do does او بعد don't or doesn't الفعل لازم يجي مجرد سواء في جملة عادية في سؤال في اي مكان تمام بعد do does دائما الفعل بيجي مجرد لان هذا النوع من الاسئة اللي احنا بسمي yes or no questions تمام اللي هو سؤال yes or no لان اذا كان النوع الثاني اللي هو wh question هون بس بحط اداة السؤال هون يعني بتكون هون موجودة اداة السؤال what where when الى اخره ونفس الترتيب ما رح يتغير اي شيء نفس الترتيب بدي استخدم do او does والفعل بدي يكون مجرد في حالة السؤال تمام فهاي الطريقة اللي انا بعمل فيها الفعل المضارع البسيط يعني اذا قررت انه هاي الجملة استخدم فيها فعل مضارع بسيط فانا عندي هاي الحالات او هاي الخيارات هاي الاحتمالات اذا الجملة مثبته والفاعل جمع بخلي الفعل كما هو اذا الجملة مثبته والفاعل مفرد بضيف للفعل s او e s اذا الجملة منفية تمام والفاعل جمع باستخدم don زائد فعل مجرد اذا الجملة منفية والفاعل مفرد باستخدم doesn't زائد فعل مجرد اذا كان بدي سؤال باستخدم ya do او does في بداية السؤال حسب الفاعل مفرد او جمع وبخلي الفاعل مجرد كما هو تمام؟ تمام الان بنروح على الاستعمالات الرئيسية لهذا الزمن اول شي انا باستخدم المضارع البسيط عشان احكي عن امور روتينية امور اعتيادية بتصير بشكل روتيني وبشكل متكرر زي ايش مثلا احمد drinks a cup of coffee every morning لاحظوا كل يوم الصبح احمد بشرب فنجان من القهوة فهذا الشيء شيء روتيني بيصير يعني هو متعود انه كل يوم الصبح يشرب فجان قهوة فهذا الشيء شيء متكرر وروتيني فلذلك هون الفاعل استخدمناه فعل مضارع بسيط وضفنا له اس ليش لانه الفاعل هون احمد مفرد جملة ثانية we travel to london every summer لاحظوا كل صيف بيسافروا على لندن فهذا شيء متكرر بتكرر كل صيف فلذلك الفعل اللي هون بدي استخدمه فعل في المضارع البسيط الفعل ترفل خليناه زي ما هو ليش لانه الفاعل we جمع تمام الاستخدام الثاني لما بدي احكي عن الحقائق العلمية والحقائق العامة لما يكون شيء مثبت كحقيقة علمية او كحقيقة عامة لازم استخدم مضارع بسيط معه مثلا the sun rises in the east لاحظوا هاي جملة حقيقة علمية انه الشمس تشرق من الشرق لا يمكن تفنيدها يعني حقيقة فلذلك الفعل المستخدم فعل في المضارع البسيط ولاحظوا ضفناله S ليش لانه الفاعل هون دا sun فاعل مفرد فبالتالي بضيف للفعل S أو E S الجملة الثانية عمان is the capital of Jordan عمان عاصمة الأردن هاي جملة حقيقة عامة الكل بعرفها فهذا شيء حقيقي انه عمان عاصمة الأردن فبالتالي الفعل اللي بدي استخدمه فعل مضارع بسيط استخدمنا هون S من أفعال ال B تمام وهاي من الأشياء التأسيسية اللي المفروض انتم عارفينها مرة عليكم أفعال ال B في المضارع اللي هم وام وإز وار تمام الآن باستخدم إز لما يكون الفاعل مفرد آر لما يكون الفاعل جمع آي بس آم باستخدمها لما يكون الفاعل آي فهون الفاعل عمان مفرد فاستخدمنا إز تمام لان الاستخدام الثالث ممكن استخدم المضارع البسيط للتحدث عن المستقبل أو للدلالة عن المستقبل بس تخدم المضارع البسيط في هذه الحالة لما يكون الحدث في المستقبل حدث ثابت ومجدول يعني إشي مجدول له مسبقا أو يعني مجهز له مسبقا مخطط له مسبقا في جدول معين مثلا زي موعيد إقلاع الطائرات أو موعيد وصول الطائرات هاي أشياء مجدولة مسبقا زي مثلا موعيد بدء الحصص موعيد بدء المحاضرات هاي مجدولة مسبقا خلص معروف أنه الساعة ثمانية بتبلش الحصة فهذا شيء مجدول له مسبقا تمام موعيد مثلا فتح وإغلاق المولات المحلات الأسواق الحدائق برضو مجدولي مسبقا فهون أنا باستخدم مضارع بسيط لكن بيكون هو بدل على المستقبل تعالوا نشوف كيف مثلا يعني الفصل الثاني سيبدأ في شهر اثنين سيبدأ تمام هون إشي مجدول وثابت أنه الفصل الثاني رح يبلش بشهر اثنين استخدمنا هون مضارع بسيط ولكنه بدل بالمعنى على المستقبل لاحظوا هون الفعل ضفنا له أس ليش؟ لأنه لما رجعنا على الفاعل هون الفاعل مفرد فبالتالي ضفنا للفعل أس في الجملة الثانية هون مجدول له مسبقا أن الطائرة سوف تقلع الساعة التاسعة ستقلع أو سوف تقلع أو ستغادر تمام فهذا شيء مستقبلي ولكنه مخطط له مسبقا ومجدول فبالتالي باستخدم في التعبير عنه مضارع بسيط استخدمنا الفعل تيكس أف لاحظوا ضفنا للفعل أس ليش؟ لأنه الفاعل مفرد تمام؟ تمام الآن الشيء اللي بعديه بنحكي عنه اللي هي الكيبوردز الكيبوردز اللي هي الكلمات الدلالية هاي الكلمات كلمات مهمة جدا لأنه أنا عشان أعرف هاي الجملة على أي زمن أحلها في عندي شغلتين بتحكم بالموضوع الشغل الأولى استعمالات هذا الزمن متى بستعمله والشغل الثاني الكلمات الدالة على هذا الزمن فلازم هاي الكلمات أحفظها لا أحفظها لما أشوفها في الجملة بعرف إنه هاي الجملة على الزمن الفلاني فبحلها على هذا الزمن بالإضافة إلى استعمالات هذا الزمن يعني ممكن جملة ما يكون فيها كلمة دالة لكن أنا أفهم منها إنه هذه الجملة معناها الاستعمال الفلاني تمام؟ اللي هو تابع للزمن الفلاني فبحله على الزمن اللي يعني اللي عليه الجملة تمام؟ لكن هاي الكلمات هي بتسهل علي يعني في معظم الأحوال هم بحطوا كلمة دالة في الجملة عشان تعرف يعني هذه الجملة على أي زمن نعملها لأن الكلمات الدالة على المضارع البسيط إلى آخره كل هذه كلمات دالة تدل على المضارع البسيط وهذه الكلمات تحمل معنى التكرار وتحمل يعني أن الشيء يحدث بشكل متكرر ودائم معظمها هي من الظروف التكرارية الظروف التكرارية باللغة الإنجليزية هي ظروف تدل على تكرار الحدث وفي نسبة للتكرار يعني مثلا تدل على أن الحدث يتكرر مية بالمية مثلا يوجولي تدل على أن الحدث يتكرر ثمانين بالمية يعني بشكل أو عادة يعني مثلا تدل على أن الحدث يتكرر ستين بالمية غالبا وهكذا فكل واحدة من هذه الظروف في لها نسبة قدش بتكرر الحدث لكن ما بهمنا هذا الموضوع كثير احنا بهمنا أن هذه الكلمة تدل على تكرار تدل على تكرار الحدث فبالتالي هي بتدل على المضارع البسيط فلما أشوفها بعرف أن هاي الجملة لازم أحلها على المضارع البسيط فهذه الكلمات الدلالية لازم تحفظوهم لازم تحفظوهم عشان تعرفوا تحلوا الجملة تمام شوفوا الأمثل التالي مثلا يعني نادرا ما تمطر في فصل الصيف لاحظوا كلمة ريالي هي كلمة دالة على المضارع البسيط تدل على التكرار أنه يعني بشكل متكرر هي نادرا ما تمطر في الصيف يعني بمعنى آخر أنه كل صيف نادرا ما تمطر أوكي فهو شيء متكرر لأن الفعل رينز عملناه في المضارع البسيط ضفنا له أس ليش لأنه لما رجعنا على الفاعل اللي هو إت فاعل مفرد فبالتالي ضفنا للفعل أس مثلا كلمة دالة على المضارع البسيط عادة ما بروح على الشغل باي كار بالسيارة فلذلك الفعل هون عملناه في المضارع البسيط لأنه في عندي دليل ومؤشر أنه هاي الجملة لازم تكون مضارع بسيط الآن الفعل خلناه زي ما هو مجرد ليش؟ لأنه لما رجعنا على الفاعل آي الفاعل مفرد فبالتالي يبقى الفعل كما هو حسب القاعدة الآن لاحظوا برضو كلمة دالة على المضارع البسيط فبالتالي الفعل لازم يكون بالمضارع البسيط ولاحظوا خلناه زي ما هو ليش لأنه برضو الفاعل اللي هو آي فاعل جمع يعامل معاملة الجمع من ضمائر الجمع الجملة البعدية ماهر يعني ماهر غالبا ما بيجي على الوقت لاحظوا كلمة أفن من الظروف التكلارية تدل على المضارع البسيط فبالتالي الفعل هون عملناه في المضارع البسيط ضفنا له اس ليش؟ لأنه لما نرجع على الفاعل اللي هو ماهر فاعل مفرد فبالتالي القاعدة بتقول لي إذا كان الفاعل مفرد بضيف للفاعل اس أو اس تمام؟ تمام يعني الفاعل المضارع البسيط من اسمه هو بسيط سهل ما فيه أي تعقيدات إن شاء الله يعني هو بحفظ أنا كيف بعمله في الجمل المثبته كيف بعمله في الجمل المنفية كيف بعمله بالأسئلة بعرف وبفهم استعمالاته بحفظ كلمات الدلالية عليه هيك بتكون أموري تمام إن شاء الله بقدر أحل وبقدر أعرف إنه هاي الجملة هي فعلا على المضارع البسيط وأحلها على المضارع البسيط في الجمل المثبته إذا كان الفاعل مفرد بضيف للفاعل اس أو اس وإذا كان جمع يبقى الفاعل كما هو في الجمل المنفية باستخدم don't زاد فاعل مجرد إذا كان الفاعل جمع باستخدم doesn't زاد فاعل مجرد إذا كان الفاعل مفرد وفي حالة الأسئلة باستخدم do or does بعدين الفاعل بعدين فعل بدي يكون مجرد تمام هيك أنا بعمل الفعل المضارع البسيط الآن هون في عنا مجموعة من التمارين نطبق على موضوع المضارع البسيط تمام طبعا رح نختار بعض الجمل عشان ما نطول كثير بالفيديو باقي الجمل أنتم ممكن تتدربوا عليهم وتحلوهم لحالكم تمام طبعا بيجي السؤال ممكن يعني هذه صيغة مقترحة correct the verbs in brackets يعني صحح الأفعال الموجودة بين قوسين يعني الفعل بين قوسين أنا بدي أصحه وأحطه بالصيغة الصحيحة طيب نخذ مثلا الجملة الثانية تم يانجين لاحظوا هذا الفاعل وهذا الفاعل جمع أوكي يعني في كل أربعة الصبح بيصير هذا الحدث تمام جملة بدي أعملها على المضارع البسيط بنائيا على المؤشرات الموجودة أوكي الآن بيقول لي أعملها هون بالمضارع البسيط هنا أنا تقريبا أصلت لنصف الإجابة إذن هذا الفراغ يتطلب فعل مضارع بسيط الآن بعد ما عرفت أنه هون بدي مضارع بسيط الآن برجع وين برجع أنه كيف أعمل المضارع البسيط يا جملة مثبتة يا من فيه سؤال هون الجملة مثبتة كيف عرفت لو كانت من فيه بيكون حطي لي هون not لأن هو هون مش حط not فبالتالي يعني بدي أنا أعملها جملة مثبتة طيب بس تذكر قاعدة الجملة المثبتة بتقول لي إذا كان الفاعل مفرد بضيف للفعل اس وي اس وإذا جمع يبقى الفعل كما هو فبالتالي برجع وين برجع على الفاعل هذا الفاعل جمع فالقاعدة بتقول لي خلي الفعل مجرد كما هو تمام تمام شف رقم ثلاث مثلا فراغ ذات ايرلاين يوجولي لاحظوا يوجولي دالي على المضارع البسيط تبارس وفلاي أوكي وهون في عندي علامة سؤال فإذا هذا سؤال بدي أعمله في المضارع البسيط إذا بعد ما قرأت الجملة قررت أنه هاي الجملة بتتنعمل على المضارع البسيطة أنه في عندي مؤشر ودليل وهذا سؤال فإذا هون مش جملة هون سؤال بستذكر قاعدة السؤال يا بستخدم do أو does وبعدين الفعل بدي يكون مجرد طيب برجع هون بدي أستخدم هون يا do أو does حسب ايش حسب الفاعل هاي الفاعل ايرلاين مفرد فبستخدم ايش does that a line usually والقاعدة بتقول لي هون الفعل بدك تخليه مجرد كما هو تمام في حالة السؤال ببلش بdo أو does والفعل لازم يظل مجرد كما هو نشوف مثلا الجملة الرابعة كمان سيمستر فراغ until the end of every june لاحظوا في كل شهر ستة وهون حط اللي بين قوسين لاحظوا يعني بدي يونا نعملها منفية معناته هون الفعل فعل مضارع بسيط فعل مضارع بسيط وبدي يونا نعملوا ايش منفي فعل مضارع بسيط منفي فأنا بدي أستذكر قاعدة النفي في المضارع البسيط القاعدة بتقول لي يا بتستخدم don't يا بتستخدم doesn't وبعدها الفعل لازم يظل مجرد حسب ايش حسب الفاعل هذا الفاعل اللي هو الكلمة اللي قبل الفراغ ده سيمستر مفرد ولا جمع مفرد مفرد بيقول لي استخدم doesn't وبعدها بدي يجي الفعل مجرد اللي هو الفعل finish ننخليه مجرد كما هو تمام فبهاي الطريقة أنا بحل السؤال على المضارع البسيط حلينا يعني ثلاث جمل باقي الجمل بإمكانكم تتدربوا عليهم وتحلوهم وتبعثوا للحل الشيء كالكو عليه تمام فيعني هذا بشكل عام كل شيء عن المضارع البسيط استخداماته كيف بعمله في الجمل المثبته في الجمل المنفية وفي حالة الأسئلة وأيضا الكلمات الدالة عليه كل هاي الأشياء أشياء مهمة عشان تتقنه وعشان تقدر تحل أي سؤال عليه بعد ما تتملنا المضارع البسيط راح ننتقل إن شاء الله على الزمن الثاني اللي هو المضارع المستمر The present continuous أو The present progressive سميه اللي بدك إياه هو المضارع المستمر المضارع المستمر هو حدث مؤقت بس تخدموا للتحدث عن شيء يحدث الآن وقت الكلام هاي نقطة جدا مهمة الفعل المضارع المستمر هو فعل مستمر لفترة معينة فهو فعل مؤقت الحدوث يعني يحدث لفترة مؤقتة هاي المعلومة مهمة ليش عشان نتفرق بينه وبين المضارع البسيط العادي المضارع البسيط فعل دائم يحدث بشكل دائم ومتكرر بينما المضارع المستمر حدث مؤقت يحدث الآن فقط وقت الكلام او في هذه اللحظة او في هذه الفترة فهي المعلومة خليها يعني ببالك انه الفرق ما بين المضارع البسيط والمضارع المستمر المضارع البسيط حدث دائم المضارع المستمر حدث مؤقت طيب لان المضارع المستمر زي ما حكينا بس تخدموا عشان احكي عن اشي يحدث الآن وقت الكلام لان بهمنا نعرف كيف بعمل الفعل المضارع المستمر في الحالات الثلاث اللي هي في الجمل المثبتة في الجمل المنفية وفي حالة الاسئلة الآن في الجمل المثبتة بعمل الفعل المضارع المستمر حسب الفعل لأن لما يكون الفعل i باستخدم am وبعدين فعل مضاف لung لما يكون الفعل جمع باستخدم r وبعدها فعل مضاف لung لما يكون الفعل مفرد باستخدم is وبعدها فعل مضاف لung فإذا الشكل تبع الفعل المضارع المستمر في الجمل المثبتة هو عبارة عن am أو is أو r زائد فعل مضاف له ing بس أنا بستخدم am و is و r حسب الفاعل إذا كان الفاعل i am مفرد is جمع r وبعدين الفعل المضاف له ing تمام الحالة الثانية في حالة الجمل المنفية الآن في الجمل المنفية نفس الشيء لما يكون الفاعل i بستخدم am not am not كل واحدة لحال انتبه لهذه النقطة وبعدين الفعل المضاف له ing لما يكون الفاعل جمع تمام بستخدم aren't لاحظوا هون عملنا لها إشي يسميه contraction contraction يعني damage دمجنا ال r مع ال not صارت aren't وبصير تكتبها لحال اللي هي are not بس الأفضل أن نعملها بهذا الشكل اللي هو damage وبعدينها لازم يجي فعل مضاف له ing لأن في حال كان الفاعل مفرد هون بستخدم isn't زائد فعل مضاف له ing نفس الاشي هون عملنا لها contraction بتقدر تخليها كل واحدة لأحال اللي هي is not ولكن الأفضل تكون contraction يعني مدموجة isn't تمام تمام الحالة الثالثة اللي هي في حالة الأسئلة ببدأ سؤالي يا إما am أو is أو are بعدين بحط الفاعل الآن هون أنا بختار am أو is or حسب الفاعل لما يكون هذا الفاعل i بختار am ببلش السؤال بam am i وبكمل لما يكون هذا الفاعل مفرد بستخدم is is he وبكمل لما يكون هذا الفاعل جمع ببلش بـ are are they وبكمل الآن هون لازم بعديها يكون الـ ing اللي هو الفعل اللي مضاف له ing تمام هاي شكل الفعل شكل السؤال اللي هو yes or no question إذا كان wh question بيكون بس هون قبل am و is or أداة السؤال مثل what where when إلى آخره ونفس الترتيب نفس الشكل تمام فهيك أنا الطريقة اللي بعمل فيها الفاعل المضارع المستمر في الجمل المثبتة في الجمل المنفية وفي حالة الأسئلة تمام طيب نيجي على الاستعمالات أنا بستعمل المضارع المستمر في هذه الحالات الحال الأولى لما بدي أحكي عن إشي يحدث الآن يعني يحدث هسا وقت الكلام أو في هاي اللحظة أو في هاي الفترة مثلا لما نحكي the boys are playing basketball at this moment يعني في هاي الفترة في هاي اللحظة الولاد بلعبوا باسكتبول تمام فبالتالي الحدث هذا اللي هو اللعب يحدث متى يحدث الآن في وقت الكلام فلذلك استخدمنا مضارع مستمر اللي هو عبارة عن R زائد فعل مضاف له ING تمام R زائد فعل مضاف له ING طبعا استخدمنا R لأنه الفاعل the boys جمع الآن be quiet I'm studying الآن الدراسة بتصير متى قاعدة بتصير الآن هو قاعد بيقول له اهدأ اسكت I'm studying معناته متى الآن قاعد بدرس أنا فبالتالي هون استخدمنا فعل مضارع مستمر لاحظوا مكون من AM وبعدين study ومضاف لها ING تمام لأن استخدمنا AM ليش لأنه الفاعل اللي هو I جمع I طبعا بأخذ AM دائما الآن الاستخدام الثاني لما بحكي عن اشي يحدث بشكل مؤقت اللي هي النقطة اللي قلت تلقيها في البداية لأنه الفعل المضارع المستمر هو يدل على انه شيء شيء مؤقت الحدوث يحدث لفترة مؤقتة زي هون مثلا I'm from عمان أنا من عمان يعني أنا مقيم في جرش لبضعة أيام فبالتالي إقامتي في جرش إقامة مؤقتة رح أرجع بعديها على عمان لذلك استخدمنا مضارع مستمر I'm stay ومضاف لها I'm staying لأنه الإقامة في جرش مؤقتة مثلا I'm living with my brother أنا عايش مع أخوي عايش مع أخوي لفترة مؤقتة بعدين رح أنتقل إلى مكان آخر تمام فبالتالي هون حدث مؤقت استخدمنا مضارع مستمر اللي هو I'm living لاحظوا استخدمنا I'm ليش لأنه الفاعل I بأخذ I'm و live صارت living طبعا في حال كان الفعل ينتهي ب E هون أنا بحذفها بعدين بضيف I'm The children are fighting with each other الولاد قاعدين بتهاوشوا مع بعضهم البعض بتقاتلوا مع بعضهم البعض هذا الشيء مؤقت يعني مش على طول هم مش رح يقبضوها 24 ساعة بتهاوش ولا هم الآن قاعدين يعني بيتقاتلهم مع بعضهم البعض فلذلك الفعل مؤقت استخدمنا مضارع مستمر The children جمع استخدمنا R بعدين الفعل fight ضفنا ل-ing careful أو be careful the car is approaching you تمام فدايما احنا لما يبلش الجملة لما تبلش بفعل أمر زي احذر انتبه دير بالك معناته الحدث بصير هسا الآن أنا ما بقول لك انتبه على شغلة بتتصير بعدين لا هسا بقول لك انت بدير بالك تمام فهذا يدل على أن الحدث يحدث الآن في هاي الفترة وهو حدث مؤقت فلذلك الفاعل مفرد استخدمنا is والفعل approach ضفنا له ing تمام فهذول الاستخدامين الرئيسيين لهذا الزمن طيب لابنجع الكلمات الدلالية كلمات مهمة لازم تحفظوها هاي الكلمات بدلك انه لازم تستخدم هون فعل مضارع مستمر الكلمات زي ايش مثل now at this time right now at the moment nowadays these days at present مثلا today tonight this month or this week or this year وال اللي حكيت القرآن قبل شوي اللي هي الجمل الامرية الجمل الامرية الجملة اللي بتبلش بفعل هذا الفعل بيكون فعل امر لما تبلش بفعل امر معناته الشيء بصير هسه الان معناته بدي استخدم مضارع مستمر يعني لما تبلش الجملة زي look اطلع lid انظر listen استمع be careful احذر watch out look out don't make noise be quiet كلها امر يعني ما تصدر صوت ما تزعج ما اطلع انظر استمع فهاي كلها افعال امر لما تبلش فيها الجملة هي بتكون دليل على انه الفعل اللي بدي استخدم في هذه الجملة لازم يكون فعل مضارع مستمر تمام تمام طيب انطبق على هذا الكلام بدنا انصحح الافعال الموجودة هون لاحظوا بلش ب look look انظر تمام هذا فعل امر فعل امر دليل على المضارع المستمر هم بدي استخدم مضارع مستمر طيب بدي اتذكر ان المضارع المستمر بدي احط يا ام يا از يا ار وبعدين الفعل اللي بيكون بين قوسين بضيف الوين جي هيك القاعدة بتقول لي باجي برجع على الفاعل هي الفاعل شي مفرد ولا جمع مفرد مفرد شو بدي ياخذ بدي ياخذ is والفعل watch بضيف الوين جي بصير is watching بسيطة الامور هون هذا الفاعل we هذا الفاعل جمع we in paris this week لاحظوا this week احنا هذا الاسبوع موجودين في باريس هذا تأخذ are والفاعل stay بضيف الوين جي بصير staying we are staying تمام my sister is not here she فراغ the shopping الان بقول له اختي مش موجودة حاليا الان she the shopping يعني رايحة تعمل او رايحة تتسوق فهي مش رايحة تتسوق على طول هي بشكل مؤقت معناته هي الان موجودة بالسوق يعني قاعدة تتسوق فبالتالي بدي أستخدم مضارع مستمر لان شي مفرد بدي أخذ is تمام والفعل هون do بضيف الوين جي بصير doing she is doing the shopping تمام تمام طيب نأخذ كمان مثال please stop هون امر تمام زي lock معناته بقول له قف هسه بقول له قف بعطي امر معناته مضارع مستمر you تمام هذا الفاعل وهون الفعل sing فبالتالي you جمع تأخذ r والفعل sing بضيف الوين جي بصير singing فبهذا الشكل أنا يعني بعمل الجمل في المضارع المستمر زي ما شفنا بدي أستخدم يا am يا is ya r بعدين فعل ing وفي حالة النفي بس بضيف بعد am و is r بضيف بعدين كلمة not فبتصير am not فبدك تركز على ثلاث شغلات أساسية في المضارع المستمر أول شي أنه هذا الفعل فعل مؤقت عشان تقدر تفرق بينه بين المضارع البسيط العادي اللي هو هذاك فعل دائما بصير بينما هذا مؤقت لفترة معينة هسا وقت الكلام أو في هذه الفترة في هذه اللحظة الشغلة الثانية تحفظ كيف نعمل في الجمل المثبت في المنفية في الأسئلة شغلة ثلاث تحفظ الكلمات الدالة على هذا الزمن هيك بتكون أمورك تمام أي جملة على المضارع المستمر إن شاء الله بتكون قادر على حلها الآن رح ننتقل على الزمن التالي اللي هو زمن المضارع التام الفعل المضارع التام هو ثالث الأزمنة المضارع في اللغة الإنجليزية لأن الفعل المضارع التام إحنا بنستخدمه بشكل أساسي عشان نحكي عن فعل أو حدث بدأ في الماضي وانتهى مؤخرا في المضارع أو ممكن يكون انتهى مؤخرا ولكن في الزمن القريب من المضارع أو ممكن يكون إنه لسه إلو أثر في المضارع فإذن هو زمن بلج زمان في الماضي ممكن قبل يومين قبل أسبوعين فبلج هو في زمن معين في الماضي وانتهى مؤخرا أو أنه لسه إلو أثر في الوقت الحالي تمام هذا بشكل عام الاستخدام أو المعنى أو الهدف من استخدام الفعل المضارع التام الآن نحن نتعرف على الفعل المضارع التام كيف نعمله في الجملة المثبتة في الجملة المنفية وأيضا في حالة الأسئلة فإذن زي ما تشايفين الفعل المضارع التام يستخدم للتعبير عن حدث بدأ في الماضي وانتهى مؤخرا أو أنه لسه إلو أثر في الوقت الحالي كيف بنعمله في الجملة المثبتة في الجملة المنفية وأيضا في حالة الأسئلة الأول شيء في الجملة المثبتة لحتى نعمل الفعل المضارع التام في الجملة المثبتة بنرجع على الفاعل لما يكون الفاعل I باستخدم دائما have زائد verb ثري تمام لما يكون الفاعل جمع تمام باستخدم أيضا have زائد verb ثري ولما يكون الفاعل مفرد تمام باستخدم has زائد verb ثري فإذن هو بشكل أساسي بتكون من إما have أو has زائد verb ثري طيب شو هو الverb ثري هو الفعل التصريف الثالث طبعا كيف بدي أعمل هذا الفعل التصريف الثالث بعمل حسب الفعل نفسه الآن في عندي الأفعال نوعين في عندي أفعال منتظمة تمام في حالة كان الفعل منتظم له معظم الأفعال هي أفعال منتظمة لما يكون الفعل منتظم أنا بالتصريف الثالث بغيف له إيديه تمام بينما إذا كان الفعل غير منتظم شو بعمل لازم أرجع على قائمة الأفعال غير المنتظمة بدي أرجع على القائمة في هنا قائمة بالأفعال غير المنتظمة موجودة في كل مكان لازم أتأكد أشيك هذا الفعل هل هو منتظم ولا غير منتظم إذا كان غير منتظم بأعرف أو بشوف إيش تصريفه الثاني والثالث لأن إحنا بشكل أساسي لدينا ثلاث تصريف من الأفعال فيرب وهن اللي هو الفعل أنا بالتصريف الثاني والثالث بضيف لما يكون منتظم لما يكون غير منتظم رح يتغير عليه بعض الأشياء ما رح أضيف لأيدي الآن هون أنا ضروري أطلع على قائمة الأفعال غير منتظمة من خلال الممارسة والتدريب بحفظ بعض الأفعال أو معظم الأفعال الشائعة بحفظ تصريف التصريف الثاني منها والتصريف الثالث اللي منستخدم هون في حالة المضارع التام فإذن في الجمل المثبت أنا دائما باستخدم هاذ أو هاف زائد في صياغة الفعل المضارع التام في الجمل المثبت الآن في حالة الجمل المنفية باستخدم إما haven't تمام أو hasn't زائد دائما فيرب ثري فلما يكون الفاعل I باستخدم haven't زائد فيرب لما يكون الفاعل جمع بستخدم haven't زائد فيرب 3 ولما يكون الفاعل مفرد بستخدم hasn't زائد فيرب 3 فأنتوا شايفين إحنا في حالة النفي فقط بضيف not بعد has أو have طبعا ندمجهم مع بعض البعض بصير haven't أو hasn't أو ممكن تكتبهم كل واحدة لحال ولكن الأفضل أن نعملهم contraction بهاي الطريقة haven't أو hasn't الآن في حالة الأسئلة في حالة الأسئلة أنا دائما ببدأ السؤال بإما has أو have حسب الفاعل مفرد أو جمع لما يكون هذا الفاعل مفرد ببلش السؤال بهاز لما يكون هذا الفاعل جمع ببلش السؤال بهاز ودائما لازم أستخدم verb 3 verb 3 اللي هو الفعل التصريف الثالث زي ما حكينا الفعل التصريف الثالث لحتى نعمله اللي هو verb 3 حسب الفعل نفسه بدك تتأكد هل هو منتظم ولا غير منتظم وهي شغلة مهمة عشان تعرف تعمل التصريف الثالث يا منتظم يا غير منتظم منتظم مباشرة إيدي غير منتظم لازم ترجع على القائمة قائمة الأفعال غير منتظم عشان تعمل verb 3 سواء بالسؤال أو بالجملة المثبتة العادية أو بالجملة المنفية تمام؟ فهيك أنا بعمل فعل مضارع التام في الجملة المثبتة في الجملة المنفية وفي حالة الأسئلة الآن نجعل الاستعمالات أنا لأيش بستعمل هذا الزمن أول شيء بستعمل الزمن عشان أحكي عن أفعال انتهت أو منتهية في الماضي القريب زي ما حكينا بالبداية فعل بدأ في الماضي وانتهى إما في الوقت الحاضر أو في الماضي القريب في الماضي القريب يعني انتهى مثلا بلش قبل اسبوعين وانتهى قبل يوم أو قبل ساعتين أو قبل مثلا 12 ساعة وهكذا فهو انتهى في الماضي القريب أوكي؟ اللي هي فنشد اكشن in the near past يعني أحداث منتهية في الماضي القريب الآن في حالة أنه الفعل انتهى في الماضي القريب هون أنا دائما بستخدم معه هذه الظروف اللي هي just already هذه الظروف لما أستخدمها مع الأفعال المنتهية في الماضي القريب أنا بحطها وين؟ بحطها بين الفعل المساعد وبين الفعل الرئيسي زي هون لاحظوا وين حطيت already بين الفعل المساعد اللي هو has أو have والفعل التصريف الثالث فبتيجي هي بالنص just here جاي بين الفعل المساعد والفعل التصريف الثالث هذا مكان الظرف بحطه طبعا هذول الظروف هنه ضروف دلالية على المضارع التام لما يكون الاستخدام يعني يهدف إلى أنه الفعل انتهى في الماضي القريب باستخدم just already وبحطهم بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي يعني بين has و have والverb three تمام زي هون رامي has already finished the homework الفعل المضارع التام اللي هو has finished و already هذا الظرف التقراري أو هذا الظرف الدال على المضارع التام حطيته بالنص بين has وبين التصريف الثالث هون i have just done لاحظوا have done هذا المضارع التام اللي هو have زائد verbi three وحطينا الظرف just بالنص بيناتهم يعني الجملة تدول على أنه الفعل بدأ في الماضي و انتهى في الماضي القريب انتهى في الماضي القريب يعني لما نحكي رامي has already finished the homework يعني رامي مؤخرا قبل يوم قبل ساعتين انتهى من أداء الواجب تمام and he will go outside و رح يطلع مثلا هون I have just done يعني أنا انتهيت للتو للتو قبل قليل في الماضي القريب قبل خمس دقائق انتهيت من الwashing up and so we can watch TV انتهت من الغسيل أو الجلي وهسا بدها اياش تتفرج على التلفزيون فهذا الاستخدام الأول الاستخدام الثاني بس تعمله عشان أحكي عن أفعال بلشت في الماضي وحدثت في الماضي لكن لسه إلها أثر في الوقت الحاضر يعني هي الفعل الحدث صار في الماضي ولكن بعده لها السفيله أثر زي ايش زي لما نحكي مثلا I have broken my leg I have broken my leg لاحظوا استخدمنا مضارع تامل هو have broken ok have زائد فير بثري لأن هذا الفعل هذا الحدث صار في الماضي انه هو يعني كسرت رجله أو كسر رجله الكسر صار مثلا قبل شهر ولكن لسه إلو أثر حاليا في الوقت الحالي بعده إلو أثر أنه لسه يلاف على حاله الجبيرة ولسه بعده يستخدم العكازي فهي آثار لشيء حدث في الماضي آثار لشيء حدث في الماضي مثلا he has lost the keys لاحظوا has lost مضارع تام has adverb ثري لأنه فقد المفاتيح فقدهم مثلا قبل ساعة ضيع مفاتيحه لكن لسه في هناك أثر أنا مش قادر يفتح السيارة مثلا بعده مش بلاقي المفاتيح بدور عليهم هاي كلها آثار لشيء حدث في الماضي تمام فهذا هو الاستخدام الثاني فأنا باستخدمها لأفعال منتهية في الماضي القريب ولأفعال حدثت في الماضي وما زال إلها أثر الآن نجعل كيبورد هذول الكلمات الدلالية اللي لازم نحفظهم هم كلمات بيدلوا على المضارع التام لما أشوفهم في الجملة مباشرة بعرف أنه هاي الجملة على المضارع التام الكلمات زي بعدها رقم بعدها زمن هاي الكلمات الدلالية لما أشوفها أنا في الجملة بعرف أنه هاي الجملة على المضارع التام فبالتالي بحلها على المضارع التام وزي ما حكينا قبل هيك إنه شغلتين بتحكموا إنه أعرف هاي الجملة على أي زمن أعملها الشغل الأولى اللي هي استعمالات الزمن تمام؟ يعني ممكن أفهم من الجملة إنه هذه الجملة تعني كذا وكذا استعمالها كذا وكذا فبعرف لأي زمن ممكن أحلها تمام؟ يعني إذا كانت تقصد إنه شيء حدث في الماضي وانتهى في الماضي القريب وانتهى في الماضي القريب مباشرة بفهم من الجملة إنه هون لازم أستخدم مضارع تام الشغل الثاني اللي هي الكلمات الدلالية اللي بتساعدني على معرفة هذه الجملة على أي زمن لازم أكون حافظهم تمام؟ طيب نشوف بعض الأمثلة في عنا هون لاحظوا كلمة فور كلمة دلالية على المضارع التام يعني هي لمدة أسبوع كانت بالمستشفى فالحدث بلش في الماضي قبل أسبوع وانتهى مؤخرا هي طلعت من المستشفى فاستخدمنا هون مضارع تام هاز زائد فيربي ثري هاز بين طبعا استخدمنا هاز لأنه سامية مفرد هون I have won the gold medal in racing three times ثلاث مرات فاز بالميدالية ثلاث مرات فبلش الحدث زمان عند أول مرة فاز فيها وتكرر ثلاث مرات وانتهى تمام؟ انتهى وإلو أثر إنه فاز في الميدالية والميدالية موجودة لأن استخدمنا مضارع تام هاز زائد فيربي ثري هاز بون مصطفى hasn't finished his exams so far يعني لم ينهي بعد امتحاناته فالحدث يعني ما انتهى إلو أثر لساته بامتحن بلش يامتحن قبل أسبوع قبل عشر أيام قبل أسبوعين ولساته ما كمل فلسة الحدث قائم يعني أو إلو أثر حاليا فاستخدمنا مضارع تام لكن هون مضارع تام من فيه هازنت استخدمنا طبعا هاز لأنه مصطفى مفرد نفيناها صارت هازنت وهون اللي هو finished لأنه فعل منتظم لاحظوا ضفنا لأيدي لأنه فعل منتظم أوكي طيب نطبق على هذه القاعدة لو يجعنا زي هي نعملهم في المضارع التام بدنا نمشي ونطبق على قاعدة المضارع التام I forgot my promise yet لاحظوا هون yet لأن yet هاي دائما هي تستخدم مع المضارع التام تيجي في نهاية الجملة وتستخدم مع النفي احفظوها هاي yet كلمة دالة على المضارع التام تيجي في نهاية الجملة وتستخدم في الجمل المنفية في الجمل المنفية وهون هاي يطالب مننا أنه نعملها نفي طيب الآية بتأخذ هذا بدي أم فيها بتصير وكيف بعمل التصريف الثالث منها اللي هو تمام هون شي فراغ لاحظوا في عنا كلمة كلمة زي ما حكينا ظرف يدل على المضارع التام هو بيجي بالنص بين الفعل المساعد والفعل التصريف الثالث الآن هون الفاعل شي مفرد باستخدم هاز هون بدي تصريف الثالث من اللي هو لاحظوا هون فراغ فورد فرضو هون استخدم يت وبدو نعمل نفي تمام نعمل نفي مفرد بتأخذ هاز من فيها بتصير هازنت بعدين بدي تصريف الثالث من كول منتظم بصير كولد هون سؤال تمام يو وبدو نستخدم افر هاي كلمة دالة وفزت الفعل اللي ما استخدمه اللي هو فيزت فمن نعمل سؤال هذا سؤال بدي يكون سؤال يسر نقوصه نستخدم هاف و هاز بعدين الفاعل هاي الفاعل يو تمام وبعدين بدي أستخدم الفعل التصريف الثالث الان بما انه الفاعل يو جمع معانا تلازم أبلش السؤال بهاف بعدين بحط الفاعل هاف يو بعدين الكلمة الدالة افر بعدين تصريف الثالث من فيزت فيزتد هاف يو افر فيزتد فيس بلايس فهون عملنا سؤال في المضارع التام فهيك أنا بحل بمشي بتسلسل بمشي بالخطوات بشكل متسلسل أول شي بقرأ الجملة بشوف الجملة على أي زمن ممكن أحلها بناء على الكلمات الدلالية بناء على الاستعمالات الخاصة بكل زمن بعدين ببلش يعني أكتب الصيغة الصحيحة من الزمن حسب كيف بعمله بالجمل المثبت بالمنفية وبالسؤال حسب هو شو طالب مني مثبت ولا منفي ولا سؤال طبعا بدي أكون حافظ كيف بعمل الزمن في الحالات كاملة في المثبت في المنفية وفي الأسئلة الآن باقي الجمل ممكن تحلوهم لحالكو كنوع من التدريب ننتقل على الزمن الرابع والأخير من أزمنة المضارع وهو زمن المضارع التام المستمر الفعل المضارع التام المستمر هو فعل بدأ في الماضي زي وزي المضارع التام ولكنه ما زال مستمرا لحد الآن ما انتهى هذا الفرق بينه بين الفعل المضارع التام العادي الفعل المضارع التام العادي بلس في الماضي وانتهى مؤخرا الفعل المضارع التام المستمر بلس في الماضي وما زال مستمرا حتى الآن فإذن المضارع التام المستمر Present Perfect Continuous بدأ في الماضي وما زال مستمرا أي أنه لم ينتهي بعد طيب نشوف كيف بنعمل في الجمل المثبته في الجمل المنفية وفي حالة الأسل أول شيء في الجمل المثبته إذا كان الفاعل I بستخدم have بعدين been بعدين فعل بضيف له ing إذا كان الفاعل جمع مثل you we they هون بستخدم have بعدين been بعدين فعل مضاف له ing وإذا كان الفاعل مفرد مثل he و she و it أو أي اسم مفرد بستخدم has بعدين been بعدين فعل مضاف له ing فإذا القاعدة بتتكون من have وهaz زائد been زائد فعل مضاف له ing لأن في حالة الجمل المنفية هون نفس الشيء لما يكون الفاعل I بستخدم haven't إذا هون بنفيها هون have هون haven't منفي طبعا عملنا لها contraction وبصير نكتبها كل واحدة لحال بس هيك أفضل haven't بعدين been بعدين فعل مضاف له ing لما يكون الفاعل جمع مثل you we they بستخدم haven't been وفعل مضاف له ing ولما يكون الفاعل مفرد بستخدم hasn't been زائد فعل مضاف له ing فهيك في الجمل المثبته وهيك في الجمل المنفية الآن في حالة الأسئلة ببلش السؤال يا إما هاذ يا إما هاذ حسب إيش حسب الفاعل فلما يكون الفاعل مفرد ببلش السؤال بهاذ لما يكون الفاعل جمع ببلش السؤال بهاذ بعدين لازم أستخدم بين بعدين لازم أستخدم فعل مضاف له ing فهي الطريقة اللي بعمل فيها الفعل المضارع التام المستمر في الجمل المثبته في الجمل المنفية وفي حالة الأسئلة الآن منروح على الاستعمالات متى أنا بستعمل الفعل المضارع التام المستمر بستعمل هذا الفعل للدلالة على أفعال هذه الأفعال بدأت في الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن وربما لم تنتهي بعد أوكي فإذن هو عبارة عن حدث فعل بلش في الماضي وما زال مستمرا ولم ينتهي بعد إذن something that begins in the past and continues in the present بدأ في الماضي وما زال مستمرا في البقت الحاضر شوفوا لما نحكي مثلا I have been studying English يعني ما زلت ما زلت أدرس اللغة الإنجليزية for eight years now يعني صار لي ثمان سنوات بلشت قبل ثمان سنوات وما زلت أدرس بعد ما كملت فهون استخدمنا have been studying مضارع تام مستمر الفاعل I استخدمنا have بعدين been بعدين فعل مضاف مثلا look it has been raining since the morning يعني من الصبح بلشت تشتي وما زالت تمطر وما زالت تمطر منذ الصباح أوكي فهي بدأت في الماضي في الصباح ولحد الآن بعدها بتشتي فهون استخدمنا has been raining استخدمنا هذا لأنه الفاعل it مفرد بعدين been بعدين rain ضرفنا ال-ing صارت raining تمام فهذا هو الاستخدام لهذا الزمن الآن نجد الكلمات الدلالية هاي الكلمات برضو ضروري نحفظها زي هاي الاستعمالات لأنه هي اللي بيدلنا ايش الزمن المناسب اللي نستخدمه زي ما شفتوا الآن صارنا ماخذين اربع ازمنة مضارع بسيط مضارع مستمر مضارع تام مضارع تام مستمر فلما يجي سؤال مثلا فيه مجموعة كل التنسز مع بعضها البعض هون الطالب بيقع بيعني بصير يخربط فالشيء اللي بيساعده واللي بيدله الشغلتين اللي دائما بحكيهن الاستعمالات والكلمات الدلالية لأن الكلمات الدليلة لهذا الزمن هي نفسها نفس الكلمات تبعات المضارع التام زي سينس وفور وصوفار جاست أور ريدي وافن توايس الى اخره نفس الكلمات هذول الكلمات لازم تحفظوهم ضروري جدا تحفظوهم شوف مثلا المثالين التاليات صار له عشر سنوات بشتغل في البنك وما زال يعمل يعني لسه بشتغل فيه فإذا هو بلش قبل عشر سنوات وما زال يعمل تشتي طيلة الصباح فبدأت في الماضي وما زالت تمتر كم صار لك طبعا دائما مع المضارع التام احنا باستخدم لانه بسأل عن المدة كاملة كم المدة اللي صار لك تدرس فيها انجليزي من لما بلشت لحديد هسا وما زلت طبعا بعدك بتدرس فهيك احنا بنعمل الفعل المضارع التام وهذه استخدامات طيب انطبق على هذا الكلام correct the verbs in the brackets I far wait for the bus four hours يعني انا بنتظر بي الباس four hours هل ما زلت انتظر ولا انتهيت من الانتظار هون اللعبة بتصير انه اعرف هل هو present perfect عادي ولا present perfect continuous مضارع تام ولا مضارع تام مستمر فبدأشوف هل الحدث انتهى ولا لم ينتهي بعد هو واقف بيستنى بالباس وصاله بيستنى فيه لساعات تمام طب معناته بعده بيستنى ما انتهى مع انتهى ما استخدم مضارع تام مستمر ال I بتاخذ have بعدين been بعدين تصريف الثالث من wait waiting waiting I have been waiting 2 يوفراغ check your phone a lot انت يعني كل شوي تمسك تليفونك وبتشيك بتشوف شو وصلك واتساب شو وصلك ماسنجر الى اخيره فعملية التشيك على التليفون هي عملية ايش لم تنتهي بعد بعد يعني لما قعدنا مثلا من قبل ساعة وانت كل شوي بتطول التليفون بتتأكد شو وصلك رسائل فالعملية وبعدك انت بتعملها فهو مضارع تام مستمر بدأ في الماضي من قبل ساعة ساعتين وما زال موجود تمام اليو بتاخذ have been والشيك بضيف لها ING بصير checking شي فراغ study all day for the entrance examination all day طيلة اليوم يعني بلشت من الصبح وما زالت تدرس الشي بتاخذ has بعدين been بعدين study بضيف لها ING بصير studying تمام سارة انت هير سيسترز لاحظ الفاعل جمع سارة انت هير سيسترز ليرن فرنش فور ثري ييرز يعني صالهم بدرسوا انجليزي لثلاث سنوات وما زالوا يدرسون معناته have لانهم جمع بين بعدين ليرن بضيف لها ING بصير learning فبهاي الطريقة أنا يعني بعمل الفعل في المضارع التام المستمر لازم تعرف كيف تعمل في الجمل المثبته في الجمل المنفية وفي حالة الأسئلة المعنى منه والهدف من استخدامه انه فعل بدأ في الماضي وما زال مستمرة لحد الآن وايضا الكلمات الدلالية انه بتحفظهم هيك بتكون مية بالمية ان شاء الله بتعرف تجاوب على أي جملة على المضارع التام المستمر هيك بنكون كملنا الأزمنة المضارعة الأربعة اللي هم المضارع البسيط مضارع مستمر مضارع تام راح نشرح الجزء الثاني من الأزمنة اللي هو الماضي البسيط الماضي المستمر الماضي التام بالإضافة للفيوتر لانه راح نعملهم بفيديو منفصل لحالهم عشان ما يكون الفيديو كثير طويل واتملوا بتمنى يكون هذا الشرح مفيد بالنسبة لك واتمنى دائما تستفيدوا من كل الشروحات والفيديوهات اللي بقدملكوا إياها عبر قناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك بلتقي معكم في الفيديو القادم الله يعطيك ألف عافية شكرا